رحلة طويلة من المعاناة بدأت مع هؤلاء الفلسطينيين في سوريا هربا من الحرب أوصلتهم إحدى محطاتها إلى غزة ليتفاجأوا بواقع لم يكن في مخيلتهم الوضع بالنسبة لنا وضع مأساوي لأنه لا مأوى ولا عمل ولا دخل ولا أي جهة أو مؤسسة حكومية أو عادية دخلت لمساعدتنا وإيجاد بديل عن الوضع الذي نعيش فيه داخل قطاع غزة ومنذ وصل إلى غزة قبل ثلاثة أشهر يعيش أبو محمد وأسرته في غرفة من بيت شقيقه ليكون أوفر حظا من رفاقه الذين لم يجدوا مستقرا حتى الآن متهمين الجهات الحكومية والأنروا بإهمالهم أنه إحنا اضطهدنا في الداخل وفي الخارج واضطهدنا في الداخل كمان المسؤولين يحكوا بكل صراحة أنهم لنعش علاقهم ويقول لكل حد حديث قلنا حق بالمواطنة طيب إحنا قانون حق العودة اللي بتغنوا بيه هذا عودة مين لمين يعتبرون إنه إحنا مارسنا حق العودة طيب شو المقابل الجواب ذاته ينتظره هذا الطبيب الذي وصل غزة قبل أشهر هل أنا صلي بالبلد خمس شهور ونصف تقريبا قدمت الأوراق شهاداتي كاملة من أول ما أجيت على البلد حكوا لي لازم تعمل أنه تعديل للشهادة ومزاولة مهنة قدمناهم وبانتظار الرد كل فترة بيطلبوا أوراق جديدة أوراق جديدة وبتعرف إحنا جايين بحالة موظرف طبيعي يعني قاعد لا في لا شغلة ولا عاملة في حين أن بعض الفلسطينيين الذين غادروا سوريا إلى بلدان أوروبية وجدوا ظروفا أفضل بكثير ممن فضلوا العودة إلى بلدهم كما يقول هؤلاء يزداد ألم هذه العائلات كلما مر الوقت دون أن تجد صدى لنداءات استغاثتها لتجد نفسها تعيش الغربة في وطنها محمد ألمش هراوي سكاي نيوز عربية قطع غزة